وقعت شركة نيومد نيرجي الإسرائيلية اتفاقاً مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية وشركة أداركو من أجل التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي في إقليم بوشدور قبالة الساحل الأطلسي ويشمل الاتفاق الذي يمتد لثماني سنوات حفر آبار في مياه المحيط الأطلسي وفق ما أفدت به صحف إسرائيلية خطوة جديدة في اتجاه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل بعد استئناف العلاقات بين البلدين في ديسمبر من عام 2020 شركة نيومد نيرجي الإسرائيلية أعلنت أنها وقعت اتفاقاً مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية وشركة أداركو من أجل التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي في إقليم بوشدور قبالة الساحل الأطلسي وفق ما أفادت به صحف إسرائيلية وبموجب شروط الاتفاق ستمتلك كل من شركة نيومد إنرجي وشركة أداركو نسبة 37.15% من حقوق رخصة الاستكشاف بينما سيحصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن التابع لوزارة الانتقال الطاقي المغربي على الحصة المتبقية وستدوم رخصة التنقيب ثماني سنوات وستكون خطة العمل خلال 30 شهراً من تاريخ منح الترخيص حيث سيتم إجراء تحليل جيولوجي وجوفيزيائي في منطقة الاهتمام ثم يليها بداية الحفر الاستكشافي الأولي صحيفة معارف الإسرائيلية نقلت عن شركة نيومد إنرجي أن الإعلان هو جزء من خطوة استراتيجية واسعة لطاقة من شأنها أن تجعل نيومد إنرجي رائدة في قطاع الطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا حسب تعبيرها مشيرة إلى وجود إمكانات هائلة في المغرب للتعاون في كل من قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة هذا المشروع من شأنه أن يخفف من أزمة الطاقة التي يعانيها المغرب منذ أن قررت الجزائر وقف إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب في نهاية أكتوبر من العام الماضي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر الأراضي المغربية على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والذي كان يوفر للرباط سنويا نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ما يمثل 97% من احتياجات المغرب